إيه أسباب الحالة دي؟ أسباب الألم المصاحب لعملية التباول في أسباب مرضية آه زي إيه؟ زي حالات التهابات المثانا عند الأطفال الله هي ممكن تصيب الأطفال؟ ده على فكرة ده هي نسب إصابتها عند الأطفال أكتر من الكبار يبقى أول سبب مرضي التهابات المثانا طيب تاني سبب مرضي ننزل بقى شوية يعني المثانا دي فوق ينزل بقى الحالبين وبعدين القضيب والكلام ده كل أو الحالبين قصد ينزلين من الكلياتين وبعدين ينزلوا على المثانا وبعدين المجرى البولي فحالات التهابات المجرى البولي وده إيه سببه؟ سواء التهابات المثانا أو التهابات المجرى البولي ما هو الجهاز البولي كله متصل بعضه يعني بيبدأ من الكليتين ينزل منهم الحالب وبعدين ينزلوا على اليوريناري بلادر أو المثانا وبعد كده المثانا دي يبقى فيها عملية الإخراج بقى عبر القناة البولية تمام ليه بيحصل التهابات فيها بيحصل بسبب التعرض لأنواع مختلفة من المايكروبات خلاص ودي وارد أنها تحصل لأطفال ده وارد جدا أنها ما تحصل لأطفال عارفين أكتر سبب يعني يؤهل أو يسبب أن الحالة دي تحصل إيه عدم الغيار للطفل بشكل سريع أو بشكل يعني أنه بطريقة أخرى أو بالبلد يعني الحفاظة تتساب فترة طويلة أوي أو أنه يكون فيه تسريب من الحفاظة نتيجة أنها نوع غير جيد أو مقاسها غير جيد فالبلد يملى المكان أو يعمل تماس أو يمس الأماكن دي فالبلد هو اللي يتراكم حواليه البكتيريا أو المايكروبات اللي احنا ما نشفهاش عشان كده بنقول إن حكاية أن الحفاظة تسرب أو أن الحفاظة تتساب فترة طويلة أو الكلام ده كله غلط الهيجين أو الاهتمام بالمنطقة دي عند الأطفال أمر ضروري لأنها منطقة مهيئة قوي لاستقبال المايكروبات ليه؟ لأن البول أصلا فيه مكونات يعني بتحب البكتيريا أنها تعيش فيها عشان كده الجسم بيتخلص منها على طول طيب فيه أسباب تانية غير مرضية لكن في حال وجودها بتظهر الحالة المرضية دي اللي هي الصعوبة والألم المصاحبة للتبول أسباب غير مرضية إيه هي الأسباب دي؟ أسباب زي زيادة نسبة أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات في بول الطفل هو ده سبب غير مرضية؟ آه يعني هو مفيش بكتيريا بقى ولا حاجة بس بول الطفل فيه نسبة أملاح يوريت أو أجزلات أعلى من الطبيعي أو الطبيعي يبقى فيه آه بس بنسب معينة ونسب قليلة طيب إيه اللي يخلي أملاح اليوريت أو أملاح الأجزلات دي تزيد في بول الطفل؟ نتيجة زيادتها في طعام الطفل يعني أن الطفل يأكل حاجات تزود أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات